اذا اعجبك الفيديو يرجع اعمل لايك وشير وتفعيل الجرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا سلام بكم معكم محمد علي وحلقة جديدة انا بأسرة التقنية اتمنى نكونوا بخير وبصحة وبأفضل حال نقدر نتكلم عن موقع الف بي مول والمفروض ان احنا قلنا قبل كده وعشان الناس الجديدة بتخش خلالك بتعدي على اليوتيوب بتشوف فيديو بيقولك خش واربح يومين اربعة دلار خمسة دلار عن طريق انك تعمل تسكات بتدفع تسكات بتدفع فلوس وبتحط الفلوس دي في المخفزة بتاعة الموقع وبعد كده بيطلب انك تسكي انك انت تضغط على منتج او حاجة وخلاص كده انت حضرتك بينزل في حسابك الفلوس طبعا الكلام ده احنا شرحنا قبل كده انه في حاجة لازم يبقى في اسمها بزنس موديل اللي هو حضرتك بتاخد البزنس او الحاجة الفكرة المعارضة عليك وبتحللها هل فعلا الموضوع ده بيجيب فلوس ولا لا فمبدأين ده موجود فعلا في مول موجود في الصين اللي هو ده والمول ده بيبيع منتجات راقية وليه حاجة كده يعني ماركة كبيرة في الصين فتخلي بالك ان الموضوع ده هم بياخدوا اسم الموقع الحقيقي ومعمل لك الهبل ده شكله باين حتى انه هو ايه زي ما انه بتبقى سكريبتات بانتين دولار لانمية وخمسون دولار ومجايبين وعملين الموضوع ده عشان خاطر يضحقوا عن الناس ومواغدين اسم ماركة فعلا حقيقية على اساس انه يديك المصدقية ده احنا شركة كبيرة ولو دورتها لنا هتلاقينا فكالعادة البيزنس موديل انك انت تضطط على تسك او على زر يوم انت تخلك فلوس الكلام ده مش موجود اه يقول لك اه لو سألت الدعم يقول لك انت بتعمل اه ريفيوهات او بتشتري وبتبيع او كل الكلام ده كده كل الكلام ده كده في حاجة مثلا زي امازون امازون بيديك الافليات انك انت بيديك منتج لو حد اشترى في المنتج ده لو حد اشترى بتاخد نسبة من البيع يعني انت بتاخد نسبة ان المنتج حد اشترى لكن نظام انك انت تخش وتعمل تسك او مش تسك والكلام التفاضي ده كله ده مفيش في العالم الحقيقي فالف بي موقع جديد بقى له اتنين وعشرين يوم ففي ناس كتير بيقول لك الحق قبل الموقع يعني دلوقتي بيدفع في السفيد فاحنا هنا النصاب برضو دماغه انت بتعرفش انا ممكن الموقع بكلفني امتين دولار لو عملت حضرتك دخلت واشتريت وغيرك اشترى والناس كتير فكرت بنفس دماغك انها الحق الموقع بداية فهيدفع عشان خاطر الناس كلها فانا انا ولميت مثلا عشرة رف دولار وخلعت يبقى كده قضيت معي يعني انا عشرة رف دولار وانا نصاب وموقع مش كلفني غير بيتين فرصة ان انا ايه اخلى فعشان كده الناس بتسألني دايما ايه افضل منصة انا ما اقدرش اقولك ايه افضل منصة لانها مش هدا النصاب النصب ده مدارس فيه اللي هو بيخش بحاجة صغيرة يخلع فما حدش يبلغ عنه وفيش حد بيدور عليه لان الموضوع بيبقى ملموم بيبقى مبلغ قليل وفيه نصاب بتخش بتشتغل بالتمن الشهور لغتا ما بتكون لمة مليارات وبعد كده بتخلع حضرتك امكانيات اللي هيشيل عشرة رف دولار او عشان افضلها بيجري بيهم غير اللي هيشيل تمانية مليار واختفي بيهم المبلغ الضخم ده اللي هو التمانية مليار مش هينفع ان حضرتك تختفي بيهم وانت فرد او بتاعت بتبقى منظمة كاملة عصابة كاملة عارف هتاخد الفلوس ازاي وهتغسلها ازاي بحس ان هتطلعتان يستفادوا بقى والكلام ده كله هم عارفين لكن الشهور الفرد بقى اللي واحد يقوم وعمل له سكريبت كده ويطلع ويقول لك ده منصة مضمونة لمدة سنة ده منصة مضمونة مدة السنتين عشان خاطر ويعمل له قناة يوتيوب ويفضل يجيبك عشان خاطر تروح يلم فلوس على افاك ده موضوع تاني فحضرتك لما تجلس على المنصة ما حدش يقدرونك المنصة دي هتقدر دي لانه هو مش مبين من اللي وراها او مش معروف الهدف بتاعها ايه هو عايز يلم مبلغ سرير اه عشرين تلاتين الف دولار ويخلع واللي عايز يلم مبلغ كبير ويبقى منتشر ويفضل يصرف دعاية ويصرف فلوس لغاية ما يكبر وناس كتبت تاخد فيه ثقة وبعد كده يخلع هي دي اللي بتفرق هي دي اللي بتفرق عشان كده تاني خلوا بالكم على فلوسكم ابعد خلاص على اي حاجة سمى المنصات وفيه برضو منصة حاليا انا شفت الالام تحت في الفيسبوك بس مرحبتش تخش عليها اسمى جومول نفس الفكرة اي حاجة جومول امازون اي بي اي حاجة تلمش اللينك الرسمي بتاع الشركة يبقى لعانها ده موقع نصب هتخش وتقول انا هاجرب ويمكن اكسب ويمكن اطلع بربحة الكلام ده يبقى حضرتك كده بتغمر فلوسك وبتآمر دي حاجة الحاجة التانية زي ما قلنا الموضوع انك انت بتخش ومش بتقبض من الشركة ده واحد نصاب وعمل موقع في حضرتك بتقبض من اداعات الناس التانية او من اداعات بتاعتك انت لو نصب قبل انت متكمل الرأس المال بتاعك فالفكرة مش كويسة ما تخلوش نفسكم بسودة انا النصبين اشوفكم ان شاء الله حالة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته